بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة نستكمل معكم درس الكناية ونأخذ في هذا اليوم أقسام الكناية باعتبار الوسائط كنا في الدرس السابق قد تناولنا أقسام الكناية باعتبار المكنة عنه والاعتبار الثاني الآن هو أقسام الكناية باعتبار الوسائط وتنقسم الكناية بموجبه إلى واحد تعريض والتعريض خلاف التصريح واستلح البلاغيون على التعريض بأنه ما أشير به إلى غير المعنى بدلالة السياق كقولك للمؤذي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فهنا أنت لا تريد الخبر بعمومي أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وإنما أنت توجه كلامك إلى شخص أو تقصد بكلامك شخصا محددا وهذا يسمى تعريض فأنت تعرض به التلويح وهو الإشارة من بعد واصطلاحا هو كناية كثرت فيها الوسائط كالكناية التي شرحناها في الدرس السابق في قول الشاعر جبان الكلب مهزول الفصيلي النوع الثالث هو الرمز وهو الإشارة إلى القريب خفية بشفة أو حاجب أو رمش كقول الشاعر أشارت برمش العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي النوع الرابع هو الإشارة والإيماء وهي الكناية التي قلت وسائطها واتضحت دلالتها كقول البحتري في مدح آل طلحة أو ما رأيت المجد القارح له في آل طلحة ثم لم يتحول بلاغة الكناية الكناية فن تعبيري توخاه العرب لأغراض بلاغية منها استكثارا من الألفاظ التي تؤدي مقاصد المتكلم من المعاني وتنويع أساليب التعبير وتزيين ضروبه وطرق تذوقه إلباس المعقول ثوب المحسوس لطف التعبير ودقة التصوير انتقاء الألفاظ الحسنة وإبعاد الألفاظ القبيحة المستهجنة من الكلام وإلى جانب ذلك تعد الكناية طريقا من طرق الإجاز والاختصار وهذا يندرج ضمن الغرض العام أو الهدف العام لعلم البيان فإن كل فنون البيان تتوخى هذا الهدف وتقصد هذا الغرض في تعبيراتها وهو الإجاز والاختصار والاختصار ترجمة نانسي قنقر